طيب قبل قبل ما نخش على التفاصيل دي خلونا نروح لأرض الملعب ومعلقنا الكابتن أحمد مناء عشان يدقلنا التفاصيل ويدقلنا ايه اللي حصل اتفضل يا أحمد شكرا للزميل العزيز الكابتن هيسم السعيد ورفاقه وضيوفه الكابتن سلعاوه وكابتن طار رجب بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي قناة الاهلي في كل مكان معلقكم الرياضي أحمد مناء يحييكم من صالة الأمير عبدالله الفيصل نلقل مباراة كرة السلة ما يباين فريق الأهلي والاتصالات في دور التمانية لدوري المرتبط لموسم عشرين وعشرين 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 طبعا الأجواء النهاردة مختلفة وحصلت كواليس كتير جدا 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 في عداس قبل هذه المباراة في تقريبا هولوكم من بداية الكواليس في الساعة رابعة ونصف تقريبا النهاردة تم تبليغ الجهاز الفني واللعبين أنهم مش هقدروا يلعبوا المباراة نظرا لإصابة تأكد إصابة خمس أشخاص من فريق الاتصالات هو الكابتن محمد سليم مدير فني والكابتن خالد حمدي المدرب العام والكابتن طارق محمد المدرب بإصابات كورونا شفاهم الله وعفاهم إن شاء الله وأيضا اتنين لعبين تم تأكيد إصابتهم بكورونا هما مصطفى مشعل ومحمد عامر شفاهم الله وعفاهم يا رب إن شاء الله ربنا يخلصنا من هذا الوباء العين أيضا النهاردة تأكد تمن لعبين مخالطين للجهاز الفني واللعبين اشتباههم بإصابات كورونا ويطبقا لكلام طبيب الفريق الكابتن إسلام كاسب هيتم عمل مسحة إلزامية النهاردة للتأكد من خلوهم من هذا المرض العين وإن شاء الله يزبط تعافيهم بإذن الله ويرجعوا ملعبنا سالمين غانمين وإن شاء الله نتمنى السلامة لكل لعبيننا وكل الجهاز الفني لفريق الاتصالات وأي لعب في أي نادي آخر تشكيل الاتصالات النهاردة كان بدأ معنا من صباح اليوم النهاردة كان هيكون مروان عاطف رقم زير وكابتنه الفريق محمد بسيوني وديرك سبينسر المحترف محمود يوسري وعمر إهاب رافت عماد وعلي عمر ويوسف سامي وعلي أحمد مرعي وأحمد حمدي وحمد فتحي ده كان هيبقى تشكيل اليوم لفريق نادي الاتصالات وكان الجهاز الفني مكون من رئيس الجهاز كابتن أشرف حسن إيجل والمدير الفني الكوتش محمد سليم المدرب العام كابتن طارق حمدي طارق محمد ومدرب خالد حمدي مدير أحمال أو مخط أحمال وليدة من نور الطبيب إسلام كاسب والخدمات المعاونة علاء سيد زي ما قلت لحضراتكم 8 حالات من اللاعبين اشتباه بإصابة كورونا و2 تم تأكيد إصابتهم أو إيجابيا بكورونا شفاهم الله وعفاهم و3 من أجهاز الفني لنادي الاتصالات طبعا تشكيل النادي النهاردة الأهلي اللي كان هيبدأ به المستر أجوستي أو السينيور أجوستي مايكل تومسون رقم 22 مودي الجرحي رقم 10 الكابتانو بودي حسام رقم 1 عمر عزب رقم 3 عمر الجندي رقم 5 سيف سمير رقم 8 أحمد حمدي رقم 33 أحمد مهيب 14 مروان سرحان رقم 3 سيف صلاح وإبراهيم الجمال وعبد الله ناصر ده تشكيل النادي الأهلي النهاردة اللي كان هيبدأ به في حالة وجود مباراة وإجهاز الفني المستر أو السينيور أجوستي بوش ومساعداء الكابتان أحمد الجرحي والكابتان رامد يستي أما المدير الإداري فهو الكابتان طاري الغنام والإداري وليد الخراط بدأ قبل المباراة النهاردة يعني قبل بداية أو قبل ما نطلع الهواء معاكم كان موجود مباراة الأهلي والاتصالات في المرتبط أو الناشئين تحت 18 سنة ونتيجة اللقاء انتهت بناء فوز النادي الأهلي 98-45 إن شاء الله تم تحديد خلاص معاد السيمي فاينال أو دور قبل النهائي لبطول الدوري المرتبط إن شاء الله تقام يوم 12-13-11 في صالة حسن مصطفى في 6 أكتوبر خلاص الأهلي ضمن الصعود إلى دور الأربعة بعد فوزه بمرتين في المرتبط ومباراة في الكبار وانسحاب المباراة اللي احنا بننقلها لحضراتكم إن شاء الله الأهلي هيقابل الفائز من مصر التأمين والجزيرة يوم 12-11 في صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ده ده ملخص النهاردة اليوم أحب أفكر حضراتكم بنتائج المباريات الأهلي لعب المتصالات في دور ال-16 فاز في المرتبط 92-41 وفاز بالكبار بنتيجة 74-65 ده اعتبر المباراة رقم 19 للسينيور جولبي بوش اللي فاز في 5 مباريات في بطولة المنطقة و 6 مباريات وتوج بلقابة في البطولة العربية و 7 مباريات في دوري المرتبط إن شاء الله مزيد من التألق لفريق النادي الأهلي ومسر أجستي بوش في تحقيق اللقب للسعام التاني على التوالي أفكر حضراتكم إن النادي الأهلي هو صاحب لقب المرتبط من الموسم الماضي بعد فوزه على الاتحاد في صالة هيئة قناة السويس العام الماضي أو الموسم الماضي برضو أفكر حضراتكم بنتائج الجولة الأخيرة في دور ال-16 أو عفوا دور ال-8 الراوند الأولاني مباراة التأمين والجزيرة فاز التأمين على الجزيرة بفرق 3 نقاط في المرتبط أما في الكبار ففاز الجزيرة على الكبار 76-65 الزمالك وسموحة في المرتبط فاز الزمالك على سموحة في دور المرتبط تحت 18 سنة والرجال فاز سموحة على الزمالك 71-64 أما الاتحاد وسبورتن فمرتبط الاتحاد خسر أمام سبورتن 79-65 وفاز الرجال بنتيجة 99-65 دي نتائج الجولة الأولى والنهارده الجولة التانية من مباراة دور التمانية مباراة الاتصالات والأهلي وهي التأمين وجزيرة الزمالك وسموحة والاتحاد وسبورتن أفكر اللي ما كانش معانا من السادة المشاهدين إلى أهلي والاتصالات خلاص إلى أهلي ضمن الصعود إلى دور الأربعة هيقابل الفائز من التأمين وجزيرة أما زمالك وسموحة فالفائز هيلاقي الفائز من الاتحاد وسبورتن ده ملخص أحداثنا النهاردة في يوم كنا نتمنى أن ننقل لحضراتكم أحداث هذه المباراة لكن ظروف الكورونا كانت هي الأقوى طبعا مرة تانية أو تالتة وربعة نتمنى الشفاء للجهاز الفني ولاعبين نادي الاتصالات من الإصابة بهذا الفيروس العين لكن في حاجة كده أفكر حضراتكم بيها أن قانونا هقول لحضراتكم في الحالة النهاردة النهاردة تبقى لكلام الحكام النهاردة عدم اجتمال فريق نادي المصرية الاتصالات يعتبر كده المباراة ملغية ويعتبر الأهلي فائز بنتيجة عشرين صفر برضو أفكر حضراتكم بطاقم التحكيم النهاردة اللي كان يعني لو قدر المباراة لعبة كان هيدير المباراة كان حكام المباراة النهاردة يعني أنا مش لقيها بصراحة بس أجبها لكم يعني كابتن واقل إبراهيم وكابتن تامر محمد حكام المباراة النهاردة دول الحكام اللي كانوا هيحكموا هذه المباراة برضو أعكد على حضراتكم تاني الحكام لكن خلينا دلوقتي في نقل كده سريع للصالة عبدالله الفصل بالنادي الأهلي كده في تدريب زي تدريب كده لنادي الأهلي بقيدة ميستر وجسي جولبي بوش ده ملخص سريع وحكام المباراة النهاردة كان هيبقى كابتن واقل إبراهيم وكابتن تامر عفتاح والحكم التالت الكابتن أحمد فاهمي الشهير بعيني ده ملخص يوم النهاردة لمباراة الأهلي والاتصالات مرة تانية وتالتة نقول ونتمنى الشفاء العاجل لفريق الاتصالات وكل فرق مصر وكل اللاعبين مصر ربنا ان شاء الله يخلصنا من هذا الوباء اللعين ده ملخص أحداث اليوم وكنت معاكم من ملعب صالة الأمير عبدالله الفيصل معلكم الرياضي أحمد منناع وإلى الستوديو مع الزميل العزيز الكابتن هيسم السعيد وديوفو الكرام الكابتن سلعوة وكابتن طاهر راكب نعم لكن جيد أن يكون هناك مرة أخرى مرة أخرى مرة أخرى مرة أخرى